والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم به إيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخنات أقدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله رفور رحيم يريد الله ليمين لكم وجهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالماطر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ مَعْضَكُمْ عَلَى مَعْضَكُمْ للردال نصيم مما اكتسب وللنساء نصيم مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيمهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الردال قوامون على النساء بما فضل الله معهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين تخافون نشوزهم نفعلون نوهجرون نفي المضادع واضربون فإن أطعنكم فلا تنغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختعلا فخورا الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكون حسنتين يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ودئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا لو تسوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرى أو على سفر أو لا أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمم صعيلا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان وعفوا رفورا ألم تر إلى الذين أودون صيما من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعنائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع لي ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمعوا غير مسمعهم وراعنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقرموا ولكن لعلمهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطبس وجوه فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك من الله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطارود ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنوا الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسنون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعيما يعدكم به إن الله كان سبيعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تكفينا ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاروة وقد أمروا أن يكففوا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدرن عنك صدودا فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بهم لله ولو أنهم إضلوا وأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجه الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أرختلوا أنفسكم أم أمودوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطعا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم ودتني يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نبتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطارة فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخصرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيّلة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عياد الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عيادك قل كل من عيادك فما لهؤلاء وإن تصبهم لا يكادون يفقون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سجعة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا ويقولون طاعة فإذا مرزوا من عيادك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يميتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عياد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر ومن الخوف أذا عيوبه ولو ردوا إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرْهُ وَاللَّهُ أَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَلْتًا يَكُنْ لَهُ رَصِيمٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سِيْئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة يا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَوْ كَسَبُوا بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَظَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْدُونَ وَتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُولُونَ سَوَاءً فَلَا تَتْكَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْرِيَاءَ حَتَّى يُهَاجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّكِذُوا مِنْهُمْ مَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْلٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقًا أَوْدَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُرُورُهُمْ أَوْدَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُرُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ أَتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا دَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنته وذية سلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقا فديت مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصياه شهرير متتابعين تومة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها ورغب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستمثمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المكمنين غير أولي ضرر والمداهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل اللاحة المجاهدين على القاعدين عدرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله فورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مقوىهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الردان والنساء والولدان لا يستطيعون حينته ولا يهتدون سبيلا فأولئك عزى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعاً ومن يخرج من بيته مهادراً إلى الله ورسوله ثم يذلكه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولدأت طائفة أخرى ولدأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذراً وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تطفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا قمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موغوتاً ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تأتلمون فإنهم يألمون كما تأتلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للقائمين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون بحيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم معهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ومن يعملون أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرب به مريئاً ثم يرب به مريئاً فقد احتمل مداناً وإثماً مبيناً ولولا فضل الله عليك ورحمة دون هم الطائفة منهم أن يظلوك وما يظلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً لا خير في كثير من أدواء إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نبتيه أجراً عظيماً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين يولاً ويتبع ضير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيراً إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناتاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأغلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر حسراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أولئك مأغلاهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجذبه ولا يجذبه من دون الله ولياً ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أحسن ديناً ممن أسلم ودخلوا لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتاماً من النساء التي لا تبتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقولوا لليتاماً بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وإن امرأة خافت من بعدها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعذروا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان رفوراً رحيماً وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله وازعاً حكيماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين عودوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديراً من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أبو المالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ اتزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عيادهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزم بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في دهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستحرض عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يملل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تاموا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يقتلنا المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ترجمة نانسي قنقر